السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد معاكم كاري ما كنتمنى تكونوا بخير وعلا خير اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم فقص مالح بثلاثة ديار شكيلات وكذلك عملت معاكم الشكل الرابع اللي هو سامبلا غادي نورلكم معايا في الفيديو وكذلك غادي تشوفوا جميع التفاصيل ان شاء الله كما كتشوفوا شكيلات بساطين شي حاجة اللي هي اقتصادية ومتواجدة في كل البيت بالنسبة للتزين كيبقى دائما اختياري كنتمنى اللي اول مرة كيشوفوا القناة ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وكذلك ما تنسوش البنات بارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تنسوش كذلك جيم الفيديو ندوسوا دابن المقادير والطريقة التحضير في نصر الوقت بسم الله على بركة الله غادي نحتاجه في المكونات 250 جرام ديال الزبدة اي 4 كيلو ديال الزبدة كذلك غادي نحتاجوا كاس ديال الزيت مايو عاديل 180 جرام 180 ميلي لتر كيمشو كاس ديال الزيت غادي نحتاجوا اربعة ديال لفاش كيري غادي نحتاجوا كذلك واحد مع القصغيرة تكون مملوء من المطارد عندي هنا يضامة ديال التومة او ممكن انكم تستعملوا البودرة ديال التومة وهنا كذلك عندي توابل ديال بسطيلة ديال السمك نستعملوا منها واحد مع القصغيرة تكون مملوءة كتباع يعني عند العطار كتقول له توابل ديال بسطيلة ديال السمك ماشي ديال الحوت ديال بسطيلة ديال السمك صافي كما كتشوفوا الطريقة السهلة المكونات بساطين بالنسبة للزبدة انا استعملت غير الزبدة العادية للتمن ديال الرخيص ماشي الزبدة ديال الاكل وغنحتاجوا كاس ديال زيت المائدة ممكن انكم تخلطوا ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون يعني كاس غير مملوء نقص واحد شوية كيساوي 180 ملالة بالنسبة للناس اللي بغت تعبار بالميزان كذلك غنحتاجوا اربعة ديال متلاتات ديال لغش كيري او ممكن انكم تعملوا كيري او لكن عندكم الجبن ديال الدهن يكون عاقد شوية ما شدك الجبن الكريمي بزف كذلك غنضيفوا شوية ديال الملح غنضيفوا واحد معلقة صغيرة مملوءة من المطرد كنا عاود معاكم المكونات باش كين اللي في الاول ما كيسمعش المكونات مزيان وكذلك غنخللكم مقادر في صندوق الوصف غنحتاجوا كذلك واحد معلقة صغيرة من السكر وكذلك نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكذلك هالضامة ديال التومة هاي ممت واجدين بزف معلقة صغيرة من الفكس manifestsين عند العداية عب видите هاي ممت واجدين المكونات لدينا نسل ويبيعون لوازم الحلويات يعني ليس العشاب العادي يعني العشاب العادي يتجبروا عنده التوابيل التي عملت بسطيلة السامك كما لاحظتم معي نخدم هذه المكونات مزيان مع بعضهم الزبدة ضرورية تكون بحرارة المطبخ ويكون مثلا فصل الشتاء حاولوا انكم تعملوا في التلاجة تخليوها خارج التلاجة نحاولوا نخدمه مزيان لان فورمه لا يريد أن يدوب يعني من الأحسن انكم في الأول يعني تخدموه مزيان بوحده ممكن انكم تضيفوه لهذه المكونات او لا خدموه مزيان بيدكم هنا صافي نضيفت جوج الحبس البيض اللي لم تكرتبوا شي معاكم في الأول وخاكنوا منزلين مع المكونات صافي كما كتلاحظوه نخدمه مزيان حتى يرجعوه إلى شكل بوماد وهنا يدوبة نضيفو الدقيق بالنسبة لكيمية ديال الدقيق دائما وكنكولة كتختلف حسب النوعية ديال الدقيق أهم حاجة انكم تنسوش جوج البيض اللي نضيفت المهم بالنسبة للدقيق عندي هنا الدقيق الأبيض اللي هو الفرس أو الفارينة عندي هنا 600 جرام عندي مغربلة وغادي نضيف منا شوية بشوية وانا كنخلط كيف ما دائما ما كنضيفوهش الكيمية كاملة ممكن انكم تخلكم 600 جرام ممكن اقل ممكن انكم تزيدو المهم انتم ما غادي تشوفو معايا وبالنسبة هاد الفقيقسات مالحين ما كيتعجنوه شي بزاف لانه ما فحش كل ديال الصبلي ما كنخدموه شي بزاف لانه الي خدمتو الصبلي بزاف كي تضيفورما في الاخر يعني من الاحسن انكم تخدموه باطراف الاصابع المهم انكم كتخدموه هكذا بالاصابع ديالكم حتى كتحصلوه لواحد العجين ما كتكونش قصحه وما كتكونش يخفيه بزاف صفي هنا يا بالنسبة للدقيق ضيفت هنا 600 جرام كاملة ولكن غادي نضيف كذلك غادي نعبر 100 جرام غادي نغرب الله وغادي نضيف شوية بشوية حتى غادي نشوف واش غادي تخلي 700 جرام كاملة اضيفت كاملة 700 جرام الثاني اللي ضيفت يعني 6 مية جرام زائد يعني 7 ديالكووس انا ضيفت كاملة 700 جرام 7 ديالكووس كل الكأس يوزن 100 جرام انا كنت نظر على الكاس ليس الكيسان العاديين لان الكيسان العاديين ما كيف نخدم يعني كنحاول ان يمندلكش العجيناء وفي نفس الوقت نحاول ان ينجمع غير بهذه الطريقة هذه بالنسبة لكيما يدي 100 جرام ثانية غادي نضيفها كاملة يعني 700 جرام والمقادير غادي تجبروهم دائما في صندوق الوصف نحاول نخدم غيب شوية هنا هناك كما لاحظتم معي 100 جرام اللي كنت دفت دفتها كاملة العجين هي هادي كما تلاحظو كما كتبه لكم لا يرطبه و لا يقصح هذا المقطع اللي كنت نوريكم تمسح لي المهم هنا انا غادي نقسم على ثلاثة شوفوا معي العجين كيف عمل رطبه في يدي بغيت تقسموها على أربعة كيف يبقى لكم الاختيار يعني ممكن انكم تقسموها على أربعة انا قسمت غير على ثلاثة ولكن عملت أربعة ديال شكيلة يعني كل شكل خرج لي منه واحدة الكمية اللي بأسة بها انتم لا تشوفوا معي مني نخرج هذا الشكل الرابع سوف نجيب ورق الطبخ او ممكن انكم تستعملوا البلاستيك هكذا احسن باش ما تقوش يضيفوا الدقيق على سطح العمل او ممكن انكم تجيبوا البلاستيك يكون نقي وتقطعوه وجوش بلاستيكات تعملوا مبيناتهم وتطلقوهم هنا بنسبة هذا الصبلي او المقارمشات او المملحات سوف نعملوا الصبلي ديالو يكون رقيق حاولوا انكم متعملوا شغلة بزاف يكون رقيق وتطلقوه ديالو ديالو حتى هي مهمة كنتمنى انكم تتابع معي الفيديو لانا فعلا كي نصائح بزاف بالخصوص ديالو لاناو خيكون عندك الصبلي ناجح او المملحة نجحين ولكن الطيب ديالو ضروري مهم سوف كما كتشوفوه هنا كنحاول نوريكم السمك ديالو كما كيبال لكم رقيق هنا وبالنسبة للطبع هنا انا اخترت اول طبع طبع دائري يعني اي طبع عندكم في الدر دائري ممكن انكم تعملوا تلكا سيكون عندكم الدائرة ديالو صغيرة المهم بالنسبة للطوابع كيبقوا اختياريين ماشي ضروري انكم تعملوا ذاك شي اللي عملت انا هدي نعاود نعمل فوق منه البلاستيك عفوا الورق الطبخ هدي نحييد الورق الطبخ بسهولة كي تحييد النصب كما كتشوفو معي السمك ديالو رقيق ماشي غلط فهدل اثناء هدي انشعات الفران اللي غدي يكون مسخن على ميتين دراجة في الاول يكون فران سخون مزيان سواء الفران للغاز او الفران ديال الضوء يعني ضروري انكم تشعلون من قبل واحد عشر دقائق بالنسبة هدي العجين اللي كيبقى لي ماكن عجنوشي كنعملوا فوق واحدة فحل عجين مورق غدي نخليه على جانب اندوزو غدي ندوزو غدي ندوزو تلتيم هذه الوصفة هدي من بعد عادة غدي نقولكم شنو غدي نعمل بهذوك الزوائد اللي غدي شي طولي بالنسبة لتزيين عندي هدي الزرارة عندي مخلطة هنا الزريعة عندي السانوج حبة حلاوة الشوفان موما عندي هدي الزرارة كامره مخلطة ماشي ضروري انكم تعملوا هاد شي هذا ممكن انكم تعملوا حاجة وحدة اللي عندكم توفرة في الضر عندي ناي بايد يضيف تلوح شوية ديال الصوجة هي باش غدي ندهن الوجه ديال هاد الصبلي هادا وغدي نزيين بها بهذوك الزرارة باش كيلسق بيها هنا كنضيف صف بصف باش هادك البيض ديال البيض مكين نشفشي صافي كما كتلاحظو ممكن انكم تعملوا غير الجوج ديال الحاجات او مثلا غير الزرارة بوحدة او ممكن انكم تعملوا الزرارة ديال القرعتها يكتبع بالعبار المهم احنا كنعطيكم افكار انتو ما كتعملوا ديالك اللي عندكم في الضر صافي كما كتشوفو هاد الزرارة كتتحو يعني اقتصاديا ماشي غاليين يعني ممكن انك تشري عشر دراهم وتخرج الكيمية كتيرا كما كتشوفو دوي الشكل دياله غدي نعمل فالفران وغدي ندوزول الشكل الثاني بالنسبة للفران غدي نقص النار مية وستين دراجة ضروري انكم تنقصوا النار العافية كتبقى مشعولة من الاسفل ومن الفوق الطواة كتكون في الواسط ماشي في الاسفل مرة وماشي في الفوق يعني يردوا معايا البال وتقريبا الطياب ديالهم ما بين عشرين دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة كي تدووا شوية الوقت ولكن كيتقرمشوا كي يطيبوا من بره من داخل كي يجوا محمرين كي يجوا رائعين الشكل الثاني غدي نعمل هاد الشكل هذا مربع كذلك ممكن انكم تعملوا اي شكل بغيتو كذلك بالنسبة للفران ديال الغاز بعد ما كان دخلوا الطواة الفوق كان نقصوا النار 80 دراجة بالنسبة للفران ديال الغاز ما كنشعلوش الفوق كانشعلو غير الاسفل وكنخليهم يطيبوه كيتحمروه مزيان هعاد كنهبطوهم الاسفل كي يكملو تحميرا ديالهم كما كتشوفو هاد الشبلي الثاني تهو ورقيق كذلك غدي ندهن بالبيض ديال البيض وهنايا غدي نضيف لجبن الاحمر المبشور وكذلك ممكن انكم تزينو باش ما بغيتو ممكن انكم تعلموا مدزريلا مدزريلا انا استعملتو في الاخر انتم غدي تشوفوني فين استعملتو المهم هما كينين بزاف ديال الطرق ديال التزيين كينين بزاف ديال الاشكال حاولت اني نعطيكم شي حاجة اللي هي بسيطة اللي ممكن ان اي واحدة تقدرتوا بجده وكن اكد عليكم بالنسبة للفران حاولوا انكم بعدما يسخن مزيان تدخلوا الطواديركم كتنقصوا النار من توسط اقل من توسطة يعني 160 دراجة هنا بعدما عملت الجبن يعني في السينية كاملة غدي نضيف اليهم شوية ديال الزعتر مطحون كيما كتشوفوا معايا هنا بالنسبة للزعتر كيعطي واحد الماضاق مزيون فهد المملاحة ديال الجبن سوف يكذلك بعدما غدي تطيب لي الطوادير المولى غدي نضيف غدي ندخل الطواد ثانية وغدي نكمل الشكل الثالث كيما كتلاحظوا معايا الشكل ديالهم هنا يطاوة الاولى بعدما طابتها هي مباشرة بعدما طابت لي دخلت الطواد الثانية الفرنك يبقى كما هو نقص العفية 160 دراجة كما كتشوفوا هذا الشكل دياله هنا كانت بقي سخونة مقدرة تنهزة هده نخليها على جانب من بعد نوريكم الشكل دياله غدي نزول الشكل الثالث كذلك العجين خصو يكون رقيق مزيان مخصوش يكون غليط باش كتحصلوا لديك القرمشة ديال الصابلي صافي كما كتلاحظوا وبالنسبة للشكل هذا أنا اخترت له هاد هاد الطابع كما قلت لكم وكن اكد عليكم يعني الطوابع يبقوا اختياريين اذا كانت عندكم توفرة في الدار شي طبعا مزيون كي يجي صراحة شكيل يلو كي يجي مزيون صافي هنا كما كتشوفوا وبعد مسهلات كذلك سنحييط هذه العجين ونضيفوه على العجين الأول والعجين الثاني وكن اكد عليكم بالنسبة للزوائد هاده هاده ما كيتعودوش يتعجنو يعني كيتعمنوا فوق بعطيتهم وكن اعودوو انطلقوهم كما كشوفو هذا هو الشكل دياله صافي هنا بعدما اسفتم في الطوابع كذلك هايا غادي ندهنم هايا زيت صفر ديال البيض حيث في الاول كنت عملت باياذ ما قدني شي زيت الصفر كذلك زيت له شوية ديال الماء و شوية ديال الخل وبالنسبة للتزين أنا هنا زيت باللوز إيفيلي ممكن انكم تزينو باش مهجبوا باللوزة يعني اللوز كيه يكون الحبة دياله صحيحة المهم كيف يبقى لكم الاختيار هنا انا كنت كنت نعمل الحبات صحيحة ولكن في الاخير كانوا تهرسوا كم من ذلك الحبات المهم في الاخير اضفت شوية الحبات اللوز إفلي في الوسط وكذلك زيت لهم شوية الباظم الفوق لكي يعطيك اللمعة كي يعطيك الشكل مزيون وكذلك ندهن وفي نصر الوقت نعمل هذه الحبات اللوز إفلي سنستمر حتى نسهل الكيمياء يعني الطاوة اللي عندي ونزول الباقي العجين اللي كان شطلي والطاوة أخرى بقي كالطيب ديال الجبن كما كتشوفوا هذا هو الشكل دياله كي يجي شكل دياله مزيون وبالنسبة هذا العجين اللي بقى لي يعني من ثلاثة ديال العجينات اللي عملت العجين اللي بقى كما اشتوا معايا يعني كامل نعملتهم فوق بعطوم وغادي نطلقهم رقاقي شوية على هذا الشكل هذا وغادي نجيب الصفر ديال البيطة اللي كان بقى لي وغادي ندهن لوجه دياله كامل هالطريقة هادي باش ما كيبقى لكم ش الكوصور بصيفة نهائيا يعني هذيك العجين اللي كارتشيت ما كم قوش نخدموها ونعودوها ونخدموها ونعودوها كنخدموها مرة واحدة وغادي نجيب هنا يا الجبن المتزاريلا ممكن انكم تعملوه كذلك الجبن احمر حتى الجبن متزاريلا عفوا حتى هواكي جمزيون ممكن انكم تديدو عليه كذلك السحتر وغادي نجيب السكين طويل وغادي نقطع اشريطة طويلة ومن بعد غادي نقطع بالعرض يعني الطول اللي بغيتونتوها وغادي نهزة كما هي ونعمله في السينية ديال الفران لان هذا البابي هذا يعني كيجيني للقيس ديال السينية ديال الفران وغادي نطيبون بنفس الطريقة كما كتشوفوا معايا هنا اياه في الاخير انتم ما تشوفوا الشكل دياله هذا الشكل ديال مملحة مربعين وهدو هما الاشكال نهائية كما كتلاحظوا معايا كيجي واحدة تشكيلة رائعة حتى المداقات كيجي مختلفين وخاية نفس العجينة كما كتشوفوا هاد الشكل اللي عمثله اللوز ايفيلي وشوية ديال البابو من الفوق يعني كيجي مزيون وهذا الشكل ديال الجوبن كيلي عمثل الصحتر وكيلي ما عمثلوشي يعني لحسب انتم وشنو كيعجبكو وهذا الشكل ديال الزرارة كما كتلاحظو كيجي رائع بزف وغادي نوريكم هداك الشكل اللي عملت في الاخير هذا كنكير طيبري هو الاخير يعني ما ستفتوشي مع هاد السينية هادي تهو كيجي رائع وخلع عجينة دياله معودة لان احنا يا مخدمنا شي بزف معودنا شي بزف المرات يعني مرة واحدة كما كتشوفو هادو هما الاشكال نهائية هذا وشكل دياله تهو ممكن انكم تتفو في سينية يعني كيجي كيجي في حل اللي يعني اللي عجينة الاولى مشي العجينة معودة تهو كيجي مقرمش وفي نصف الوقت ترطب كيجي واحد المدق رائع نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات هادو اللي هي وصفة واحدة فيها اربعة ديالشكيلات وإلى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله كيما قلت لكم غادي نزلكم المقرمشات يعني القيخصات حلوين